أوقفت السلطات التونسية مؤسس جمعية أطفال القمر في مدنين ثم حالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي وفق ما أفد المتحدث باسم المنطقة التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية أطفال القمر هي جمعية تساعد القمر وهي جمعية تساعد المهاجرين غير النظاميين في جنوب البلاد واعتبر من عمر أنها حالة القضية على قطب مكافحة الإرهاب مؤشر خطير باعتبارها الأولى من نوعها أسس الجمعية ليس الوحيد الذي وقفته السلطات حيث أورد إعلام محل أن خمسة نشطاء يعملون لصالح الجمعية ودعوا السجن من أجل عرضهم على القضائي لمكافحة الإرهاب وقال صحيفة لابريس أن الجمعية تلقت بين عامي 2019 و2023 أموالا من الخارج لمساعدة المهاجرين على دخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني وكان الرئيس سعيد ندد العام الماضي بوصول جحافل من المهاجرين غير النظامين إلى تونس ضمن ما وصفهم مخطط إجرام لتغيير التركيبة الديمغرافية من تونس ينضم إلينا المتحدث السابق باسم الداخلية التونسية والمحلل السياسي الأستاذ خليفة الشباني مرحبا بك شكرا لوجودك معنا هي سابقة بأول مرة تحصل مثل هكذا عمليات ما هي الأدلة هناك من يسأل التي استندت إليها السلطات التونسية في توقيف النشطة مساء الخير لي كل كافة مشاهدي قناة الحدث هي ساعة الخمس أشخاص هذوم فيهم رئيس الجمعية وفيهم أمينة المال وفيهم الكاتبة العامة للواحد والعنصرين الآخرين هما تابعين لأحد البنوك معناها التي أودعت فيها أموال هذه الجمعية هو ساعة من التسمية المفروض أن أطفال القمر هؤلاء نوعية من الأطفال معناها مصابون بنوع من الخصوصية المرضية لا توحي بأن هذه الجمعية هي تساعد في المهاجرين منها هو من التسمية لا توحي إليك أنها تساعد في المهاجرين بالتالي هو تمت إحالتها إلى أحد الفرق المختصة بالعاصمة ثم هي بعدما تراجعت منيابة العمومية تبين أن هناك شبهات إرهاب بالتالي تمت إحالتها على القطب القضاء لمكافحة الإرهاب بالتالي بعد أن تم تكهيف هذه القضية في اعتقادي أن التهم الموجهة مثل ما أشارت إليك إلى ذلك صحيفة لابريس التونسية والعديد من وسائل الأعلام التونسية هي أولا ساعة المساعدة لإدقاء المهاجرين في تونس بصورة غير قانونية وإيواءهم ثم هناك شبهة طبيض أموال ثم تلقي أموال مشبوهة من الخارج وفي اعتقادي هذه أحد معناها الحلقات الأخرى من الجمعيات التي هي لها العديد من العلاقات بالخارج وتتولى تمويل وثم يتم توظيفها أولا كانت يتم توظيفها من طرف الأحزاب السياسية وكلنا نتذكر معناها القضية جمعية نماء التي تعتبر رافض من روافض حركة النهضة الإخوانية ثم أن هذه الجمعيات زادة كذلك تتعامل مع أطراف أجنبية هناك العديد من الجمعيات الأخرى التي تنشط في مجال الهجرة ولم يتم متابعتها من طرف القضاء لكن اليوم هناك أموال تضخ مثل ما قالت صحيفة البريستونسية من 2019 إلى 2023 هناك أموال كبيرة تضخ لهذه الجمعية بالتالي القانون تم تصنيفها على أساس أنها قضية رائبية وبالتالي التصنيف هو تصنيف النيابة العموية هناك من يسأل لأنك أنت ذكرت هل هناك أبعاد سياسية اليوم وراء هذه القضية أم بالفعل أنها تندرج ضمن سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب في تونس لا هو في تونس يجب أن نفرق هناك هو الساعة هناك رقم أنا أقدمه لك إلى حد 12 نوفمبر الجاري بلغ عدد الجمعيات في تونس تحديدا 25 ألف جمعية و 807 تقريبا 26 ألف جمعية في دولة عدد سكانها 12 مليون في اعتقادي رقم كبير وكبير جدا هناك العديد من الجمعيات التي تعمل في المجالات الثقافية والاجتماعية وغيرها هي معناها تعمل بصورة عادي لكن اليوم مثل ما قال الرئيس قيس السعيد وأنا ما بينهم معناه الشعب التونسي وشريحها أما هناك العديد من الجمعيات أما تم استغلالها في العشر سنوات السابقة كروافد لأحزاب سياسية وفي مقدمتها حركة النهضة وأخرت مثال نماء ثم أن هناك جمعيات أخرى قال عليها الرئيس قيس السعيد أنها تتعامل بأجندات استخبارية لجهات أجنبية من الخارج في اعتقادي أن هذه الدول التي تمول مثل هذه الجمعيات هي ليست تعطيها في أموال لسوادي أعينها ولكن بمقابل سياسي في اعتقادي أن الجمعيات لعبت في العديد من المنسبات في تونس في السنوات الأخيرة دورا سياسيا لفائدة أطراف خارجية ومثل هكذا عمليات قبض تلجم أي منظمات تأخذ الحريات والحقوق عنوان وتقوم بعمليات سياسية في الخفاء يعني تكون أرادع مثل هكذا عمليات يعني نتحدث عن 26 ألف منظمات قبضية رقم كبير جدا كما ذكرت سيد خليف لا 26 ألف جمعية جمعية مصنفة بين ثقافية وسياسية وريضية وغيرها هناك فرق بين أنك تكون حر بأن تعبر أراك وهناك فرق آخر بين أن تعمل أجندات لأطراف أجنبية قارجية هذا مؤكد حتى عندما أثيرت ما يسمى بقضية العنصرية في تونس كل دولة هي سيدة نفسها كل دولة هذا الملف تلعب بكثير هو كالعديد من الدول الأجنبية حاولت حتى منع تونس من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بدعوة وجود عنصرية وهناك أطراف جمعيات لها أجندات تتعامل سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها وليس هناك من هو فوق القانون 25 ألف جمعية تعمل في تونس اليوم وهو عدد مثير الاستغراب ولكن في اعتقادي أن هذه الجمعيات لعبت دورا بعيدا عن المهام المناطع عليها وما ينظمه قانون الجمعيات وهو تلقي الأموال من الخارج وأنها كانت روافج لأحزاب في تونس وفي اعتقادي هناك مشروع قانون معروض على مجلس النواب وسيدرس لمراجعة التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات التي تعتبر حديقة خلفية سواء لأحزاب أو لأطراف خارجية أخرى تريد أن تبتز تونس وأن توظف العديد من المواضيع تحت لافتات حقوق الإنسان والعنصرية والحرية الحرية لا تعني أن تعمل بصالح جهات أجنبية لكن أكيد في هناك تأثيرات محتملة لهذه القضية على علاقات تونس مع المنظمات الدولية والحقوقية ما شكل هذه التأثيرات ربما التي ستثار لا هي سيدة نفسها وهذه الشماعة التي استعملها الغرب وهذه المنظمات في العالم العربي تارة تحت حقوق الإنسان وطارة تحت الحريات في اعتقاد هذه التعلقة قد سقطت اليوم هناك قانون من كان يعمل في إطار القانون فهو مسموحا له وأؤكد مرة أخرى أن 25 ألف جمعية هذه تعمل في تونس ومتواجدة في تونس والإقلق عد أما أن توظف قضايا وطنية داخلية مع أطراف خارجية وتتلقى أموال معناها تضخها بمئات الملايين لا ندري بأي مقابل أن هي تدفع لها بالتالي هذا يجب أن يحال وأؤكد لك مرة أخرى أن هذه القضية هي بشرتها في مرحلة أورى أحد القضايا أحد الفرق الأمنية الاقتصادية وعندما كيفتها النيابة العمومية أنها فيها شبهة إرهاب وغسل أموال وتلقي أموال من الخارج وإيواء أجانب ومساعدتهم على البقاء في تونس هي صنفتها والقانون فوق الجميع لكن أعود وأؤكد مرة أخرى فاعتقادي حتى العنوان لا يوحي أن أطفال القمر يوحي على أنك ستساعد مشاهري لا أنا لن أستوعب إلى الآن تسمية هذه المنظمة وعلاقتها بمساعدة المهاجرين معنا شكرا جزيلا لك المتحدث السابق باسم الداخلية التونسية والمحلس ياسي الأستاذ خليفة شباني كنت معنا من العاصمة تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك